السلام عليكم واحد البلان ترى ليه معامرتي معامرك تقدر توقع يترى لك شي بلان بحل هذا شفت في المشاكيل ديال الناس حتى عيت ولكين هاد الشي اللي وقع علي انا يا رعا صعيب صعيب تقبلوا بسهولة ودوزوا بشغيمة ديال الماء شنوقع انا غا نعود لكم تفاصيل ديال هاد القيصة كاملة قبل ما نبدو القيصة ديالنا خلي ماك واحد لايك وما تنساش تأكد انك مشترك في القناة ولا عندك واحد من هاد المشاكيل اللي كتعاني منها ما عليك الا تواصل معنا بالواتساب الحل ديال كين القيصة ديالي غا تبدأ منهار قررت انني نتزوج شكون هي تسيدة وكيفاش تزوج بات السيداتي الناس دي كانت سمع الكلام ديال الوالدة الوالدة ديالي ما نقدرش نخسر لها خاطرها وكانت موعداني باللي هي اللي غا تلقى عليه الزوجة الميتالية والسوجة اللي غا تنتزوج بها أنا ما علينا سيدي كانت واحد سيدة في الدرب هاد البنت هادي قليل فيك تشوفها من غير اللي كانت مسخرى ولا غا تدي الخوبزة ولا شي حاجة كانوا قاعد دراري في الدرب كيحمقوا عليها كانت تقدير درارة شبشي الجامعة جيد دار ندراسة دار ندراسة دار وانبوسيبل انك توقف عليها وتهضر معها ولا تقدر انك تهضر معها حاولت ما مره ماجوج ما ثلاثة ما اربعة انني نهضر معها وتقول وجدك سيدك بغا تتطوعني ولا بغا تقدر تهضر معي شي نعرف مكنت ديرها في بالي في ذاك الياه مد المرهقة ديالي شوي خرج شام بالي قاع ومشيت في واحد الاتجاه مغاير قاع ديتها في قرايتي وديتها في ذوك العلاقات اللي بغا نديرهم في حياتي وذاك المستقبل اللي بغا نوصل لها شاءت الاقدر انني غا نطلع للدار بيضا وغادي نخدم تماماك كانت هذيك اول مرة غادي نخدم فيها غا نخدم بعيد على المدينة ديالي ابقيت عايش تماما واحد لمدة وكان جيغي في الويكند بعد المرة تاني كريتها موبيل وكان هبطل البلادي كانشوف الواليدة ودك شي وكانسولها على ذاك البنت واش جوجات ولا مازال ما جوجات كتقول لي يا كون هاني هذيك البنت هي اللي غادي تاخد ان شاء الله هذيك البنت هي اللي غادي تكون معك ان شاء الله وكانت ديما تتصبرني وكانت ديما كاتهدر مع امها بعد مرة تتعرضها اليوم يمشوا الحمام جميع وكاتهدر مع امها كتقولها را والدي را مشال تدار بيضا را خدم را كادا ورا وراجل تبارك الله وما عندوش معدك شي دي اللي بسالها ورا بغينها اللي بنيا امها ما كانتش كاتبغيت تعطي راس الخيط اللي وليدة كاتقول لي الواليدة را هدرت معها ورا مشيس مع ذاك النار الحمام وكادا واجبت مع الموضوع وعلي كيرا ما زال ما بغت تعطيني راس الخيط انا فاش رجعت في حالتي للدار بيضا بغيت نبيل لهم باللي انا را انسان قادر وندير واحد المستقبل وندير واحد شي حاجة اللي غادي الرجاع اليها فعلا طلبت من الخدمة ديالي حيث الخدمة ديالي عندهم تمركز في المدينة اللي انا فيها طلبت منهم باش لتاحق لها ذاك المدينة وقالوا لي باللي را البروجي اللي يخدام فيه انتا في كازا را ما كينش تمبا را ما نقدروش من الغيري لكن انتي بغيت تبدل البروجي وخا غا ديالي نضيف واحد سبعمائة تلتمينمائة درام في الصالة ديالي حيث ذاك المدينة اللي فيها البروجي مشي مدينة بحال رباط دار بيضا مراك شوية يعني القدرة الشرعية فيها مرتفعة غامرت وقيت ليوم ما كان تاشي مشكيل انا بغيت نمشي لتمة بغيت نزع ما ننكري تم دير داري نفرشها ومباراليل زع ما وانا بغي نزوج باديك السيدة حيث الصراحة كنت متعلق بها وكانت ديما في المخيلة ديالي وكانت زوينة بزاف والف واحد يتمنىها يعني شحمل واحد بغي يضر معها شحمل واحد بغي نزوج بها وقلت انا اللي غدي نفوز بها انا الفونتاج اللي عندي والواليدة ديالي متقربة من الام ديال هذا البنت هذي كانت عندها وحد اختها وحد اختها دي ما ديراش الدرع ولكن اللي تيقولك اللي تيحبك على حزرع ما علي ناسي هذي وفي قولي الخدمة التحقت بالمدينة سكنت قريب الموالين الدار كريت ما فرشت ديالي الدار باش باللعطان يستطيع ببيتا كلها شار تنزيد بياسا وكلها شار دير الواليدة دبانت لو دن باش انها تلقى ليشي حين تزوج باديك البنت هذيك البنت كانت منطوية على رأسها بزاف وغيري لسماتي صوتها رايحصل لك الشاراف اخويا يعني انك تسمع الصوت دياله بقيت غادي في هذي المصار باش انني نتزوج دارة معزا نتزوج باديك البنت حتى النهار اللي صافي ضغطه دار عنه وكان حس براسي واجد خدام بضاري بالامور ديالي كاملة بخيت نتزوج باديك البنت هزيت راسي ومشي تدقيت عليهم تدقيت عليهم طلت علي المرامة الفوق اهلا والدي لابس عليك شخبارك صحيحات خبار الواليدة يا كلا باس قلت له خالتي رابقت ننظر معك اللي جزك با خير رابقت ننظر معك قلت لي يا واخا انا ه отвеч عندي وعرفتي رايحية من صف الحال والدات هذر معك وكاعدها ورأب غيت البنت رأبقت نتزوج باها تأطيني النمره على البنมاء اللي جزك با خير اطيني النمره ديالبقها رابقت ننظر معها راه ما يمكنش را باغين نتزوج بادي البنت وعند دي القودرة قلت لي يشوف وليدي مكين ما نخبع لك البنت را ما نقدروش نبزو عليها جبات مع الموضوع وقالت لكي سيدان ربقا ما مستعداش للزواج دابا قتلها راغي راهض الهدركة تقولها ويا با غا تقرأ انا ما غا نحايد تلال قرأ انا غير نخطبها ولا توكان طردها ما بغي تشي واحد يدي عليها قتل يا وقاتيش غا تدير هانت هالنم رديل ببوها بوها را كي عارفك وراك تعارفوت انت سير قل اسمها تقع هو ماه وشوف انت شنو غادي يقولك ابوها كعارفني وكعارف ابوه وكعارف العائلة وكعارفنا ناس مزياني تلاقي تماما ما قالتش كلمة دي اللعيب قال لي انا هضر مع البنت ونشوفو ذاك ساعة شنو غادي وقع خليتوما انا ما بغيتش نعود نصوني عليهم توكاني هضر مع البنت دس واحد تلت ايام تصلت بيا الوالدة قلت لي ااجي هو ما هضر معي ام اولو ااجي رقيت مماعدنا في الدار ورقيت البنت ايه قالتها قلتها تم ااجي كادا عادي معلينا هضروا معي قالوا لي يا فؤالا احنا راهضرنا مع البنت ها هي قدامك حدث بحكم ان الديور كانوا قراب البعضياتهم قلت ليها البنت قدامك هضر معها وشوف الى هي وافقات البنت ما كتهش عينيها كتشوف خير في الارض قلت لها بنت الناس انا دابتا نظر معا قدامت الناس القبار انا راه من صغري وانا كان بغيت وبغيت نزوج بيك وما بغي لانت في الليل اولو بغي نزوج بيك ونحطك فوق عينيها اي شرط شرطي هنا معك ما علينا البنت ما جاوبتش وقاتلي يا امه همسكينا السكوت علامة الريضة ده برغا نهضروا مع اباها وبوقتنا نتايا ونديروا شي جمعية مع بعضياتنا هنا يو والله يسخر ما علينا داس الأمور وافقات البنت عمشينا عندهم للدار درنا خطوبة عرضنا للجيلان داس دكشي زوين دراري زع ما ولا الدر بتقولك اخويا راب برافو عليك اخويا راب من الصغور انتا يتابعات الديتي برافو عليك الله يسهل عليكم اللي يسخر ليك هذا البنت شرطات عليها نبقى وسنة كاملة وحنا مخطوبين البنت اللي شرطاتها ماشي مشكير كبنالخوة تم خطوبة رسمية ما كنت اشي مشكلة في تشي هذا وما كان نخرج معها ما كان ندرج غير دارو التليفون هي اللي فرضات وشرطات عليها تشي هذا قلت انا ما كنت اشي مشكل موافق على تشي سالة هاداك العام دووزنا غير بالوي غير بالوي في زع ما من اللي بعيد ما كانش ما نخرج معها ما ندرج معها تم اللي حويج لا شريطهم لها كان جيبهم لها نعطاهم لها في الباب وطلع في حالتها انا صابر صبرت على هاداك العام كامل جاء اليوم الموعود ليديا الزواج وهنا فين غادت طرالية واحد البلان اللي ما عمرني توقعت في حياتي غادي وقع ليا ما لينا سيدي صافي الزواج هو هاداك ما كانش مشكل كنا غادي مقر أننا غا مشو اللوطيل في واحد المدينة يعني غير غا يسالي العرس وغادي نباتو وغا يجيبونا الفطور لاغدليه غادي ناسو ديك الليلة وغا نفيقو لاغدلين فطرو وغا نمشيو يعني بالطوموبيل غا نمشيو لواحد المدينة شا دي اللوطيل تمامو دك شي غا ندوزو واحد تلت ايام ونجو في حالتنا بحالة قلتي شهر العسر كان ماتش مقرعة بدنا ذاك الليلة في الدار دي العروسة في واحد البيت بدنا تمنع سنا هي قتلك سيدانا ايانا من دك دقارك عارف خلي تنمشيو اللوطيل ويحل فقط أنا لاغدليه فطرنا جابو العروسة الفطور وذك شي صافي جاتو موبيل لبسنا اللي ناس دينا البولز دينا بزغاريت وروينا مشينا اللوطيل فاش وصلنا اللوطيل أنا صافي دخلت ندوز صافي راكم عارفين لانا خسنين دخلها لمرتي خسنين روحها غير أنا خرج باش غير الله غنبدا معاها سيدا كنت كتحشمل واحد درجة كبيرة كبيرة بززاف النهضة بدت تتغوت كتغوت وكتحيد في الدرة وكتحيد في شعرها كتغوت وكتصرصر ربي اللي خلقها كتصرصر البنت اولي يكو اللي باس جوادو اللي كيكونوا في السيكوريتي وذك شي شواقع الكلاباس اللي بست عليها حليت ليهم كتلوا مرة ما عرفت تصرى هادي كي هدروا معاها والو عيطوا البوليس جوا البوليس بدت يخقوا معايا كلاباس ما البنت بدت تتغوت كما ضربتها كما كذا كتلوا ما ودي الله يديكم مرة ما عرفت سيدا رايلة جوج شبارة رايلة مجوجين دابا كنت بغي ندخل عليها تولى تدير هكا يكما البنت عندها شي عقدة في صغراء يكما وقعت لها شي حاجة الله أعلم جوا البنت ادوها السبيطر المصحة المصحة الأمراض العقلية دقوا لها واحد البرات تكلمت البنت أنا البوليس قالك غتبقى معنا تنشوفو الطبيب دي لاشنو غادي يقول قلبها الطبيب ما لقى فعلها ضرب الأول وقالك أي را عندها أزمة أزمة نفسية حادة وهذي كل اللقطة اللي لأن رجلها جاي قرب منها را فيقات عليها شي آلم كبيرة أنا ضرت معها ولقيت بلي البنت عندها واحد المشكلة في صغرة را ما يمكن شهد شي لهذا اللي غادر نقول لكم أنا يا را ما قادرت أنني نتصوره في حياتي معلينة البنت تأزمت بزاف بزاف قلت لهم أنا ده برخصين دي مرتي خلصت لهم بلونس اللي غادر دي لمركز الصحي اللي في المدينة دي رجعت هنا في حالتي طبيب ما بغاش يقولي يا شنو كي قل لي يا تده دي الورقة هذه لدك المركز وغتعطيها لدك الطبيب اللي غادر يشد المدينة ديالك فعلا أنا عطيت الورقة لطبيب بقاكي يشوف فيها قلت لي يا جيسكي باخير وش تقدر تقول لي يا شنو كين قال لي أنا ما نقدر نقول لك والو تنهضر مع البنت بقعت البنت في المركز الصحي جاءوا دارهم والو ما فاهمين والو ما مسكين ما فاهموا والو مو أنا ما فاهموا والو يك لباسيك ما ضربتها يك مدرتي لاشي مشكلة دارناك عرفوني إنسان مسالم ما فاهمت شهادر لهاد اللي طرع باغير ساكت باغير دار بالطم تنه دار ما تقول يا لا حوله ولا قوتي لا لا حوله ولا قوتي ما بغي يعطي نرسل الخيط ما بغي يدر معايا ما بغي يقول لي أولو بقعت هذيك الثلاث يام تم تنه مشي ونجي 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 طبي ما بغي يقول لي أولو حتى في فتر جعت اللي عنده باش أنا نخرج مرتين من تم هو يدر معايا قال لي يا شوف أولد الناس هاتشي لغادي نقول لك راح خاطير خاطير بزاف وراخ سكتعطاني أدنك وتصرف بشكل حكيم عندك تتبرهش وتزيد طين بي الله قال لي يا البنت راح تكرفص عليها بقاها من اللي كانت بقاها صغيرة وبقعت عندها ديك العقدة وفيش شافتك يعني فيش شافتك هي وقدرتي ذاك الحركة ذكرتيها بدك اللقطة وراه هي يعني مشات لها العذرية ديالها من طرف بها من اللي كانت بقاها صغيرة هتكون كانت عندها شي 9 سنين ولا 10 سنين وبقا عندها هذك هذك الدخوماتيزم بقا عندها وفش لأنها مع مرأة عاشتوا تعاشتوا معك ودبا هي ما تجبتش لهذا الموضوع وما تعضرش معه في هذا الموضوع خليتها تستقرر الحالة ديالها تستقرر الحالة ديالها وتفهم معه في الموضوع الديتها للدار جا تختها بغت تقابلها نيت باش تجمع الدار حتى نخصني رجع لخدمة باش تقابلها وتمشي للدار والبنت ولا تغير ضربة طم وكتشوف في السماء ما تدير تشي حركة خرمي ما تديرها يورا أنا كن اختيام معنا في الدار اختها كبر منها معنا في الدار كتقابل كتجمعها تعطيها الدوى ديالها تعطيها الماكلة ديالها تقادلها الأمور ديالها البنت ما بقع فامي تجمعها ما مرة تجي تقلس معنا باهمتي هدر ما كيتكلم معك عيطلي ما كيسول في البنت موالو ما كيهضرش معايا أبدا تم تأكدت من ذلك هدر اللي قل يا الطبيب ثانو ما كان هدر معا موالو وكنحاول نتحاشى ما كان بغيش نجي عيني في عيني شوفوا المصيبة الخراعة وتاني المصيبة التانية اللي غاد هتوقع عرل انك سيدي انا تنجيل الدار مرتين ما كتناش حدعية قتبقى احد اختها قتبقى احد اختها قالسة طرنكيل ما كتبغيش ما خسنيش انا نقرب لها أبدا دخل الدار حد النهار وانا وانا نعس صافي يعني طافي تضو كل شي طافي تنسمع شي ضرب شوية افلا افلا بلا ما تشعل لها دول اولو بلا ما ربط نظر معك هذي خطاء خطاء تصنط معه ما شعل نلاغ دول اولو شعل تغيط دول التليفون قتلي ما تشعل لها دول اولو رمخت تحد عرفت لها اختير ناس في البيت اعطت احد دوك يغيب قتلي نرمي قدرش نظر نظر ماك فاد الفضو قتلي صفي خلي خلي ما تشعل دول اولو قد قتل اضر معي عودت لي داك المشكل لدي الخطاء قتلي راش وقال 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 ورغم ما كان نظر اختي غدا تعود تبغيط طوعك انا مستعد جوج بك وانا الصراحة فاش جيتي اضر اختي وانا ركا نشوف في الدرب وذلك وكتي تعجبني وبقيت علي اخوي بشي عذراع وبشي طلاميس وانا داخلة بي الوقت وبقى في ذلك شي اللي وقع المرتي و تكن في الصباح تلقى مع نحو 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 ما عارضت شنو وقع بدال في ذاك الليلة وصاف مشيت مع تلقى وانا تشوش بك وانا ودابنت رك وراج لدابان كنت بنت ولي تض طلاميس اخويا طلاميس ومشيت مع ذاك العادرة اللي كتقول وسهيت وبدال تتمد ديف شي بلايس فعل عندك شي لوقع شي تعيط الباكت لانا رسافي رغ رجع لكم البنت غن ناخد اختار اختار رابنت لي فيها كذا والبنت بقخص العناية وبقخص كذا وغادف هذا المشروع هذا وفعل ذاك شي اللي وقع يعني رجع تليوم هذه البنت باش يقابلوها وردو لها البال وتجوش بذ المرة بختار جوش به ذاك يصير ريان اي الوريقات ما كان عرس لسيدي سجري وموانين تضار وخما كانوش متتافقين هذه الفكرة ولكن البنت مع مرة ستطع من ذاك العهد اليوم بختار عندي مع الولدات البنت صافية متشنجة بقى ندمت على النهار اللي بغيت نتجوش به ذاك البنت يعني رأكون ما قربت لها وما تجوش كانت غاد كون بخير ولكن ندمت على النهار اللي فكرت في أنا 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 ما ليا والو أنا ما عارف والو وخاك ندمت ولكن الحمد لله أنا ده برا مجوج ما اختار وعنت مع الولدات وباقي نكاتمين ذاك السر ليلدك الراجل لتكرفص على ذاك البنت باقي نكاتمين واختار عارف وانا عارف وهو عارف والله عارف والله ياخد فيه الحق نشكر كم بزاف على استماع اشتركوا في القناة